اليوم في المغرب مؤتمر تغيير المناخ كوب 22 بحضور حضرتي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح لحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعه ويحضر مؤتمر مراكش أكثر من سبعين رئيس دولة وحكومة بإضافة إلى ثلاثين ألف ممثل عن المجتمع المدني ووفد من 197 دولة للتعبير عن الاتزام بالأجندة البيئية للأمم المتحدة كعادتها دائما سباقة إلى ما فيه خير البشرية ومن هذا المنطلق جاءت مشاركة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعه في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 22 المنعقد في مدينة مراكش المغربية اهتمام بالغ توليه دولة الكويت بالملف البيئي اتساقا مع التحركات الدولية بهذا الشأن تنطلق من إيمانها الراسخ بآثار التغيرات المناخية على البشرية جمعا والتزامها بالتحركات الدولية المتعلقة بمعالجتها والحد منها أكثر من سبعين رئيس دولة وحكومة يشاركون في مؤتمر مراكش بالإضافة إلى ثلاثين ألف ممثل عن المجتمع المدني ووفود من مائة وسبعة وتسعين دولة للتعبير عن الالتزام بالأجندة البيئية للأمم المتحدة دولة الكويت كانت من الدول السباقة في التوقيع والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1994 كما وقعت الكويت بروتوكول كيوتو الملحق بها في عام 2005 سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي بصفته ممثلا لسمو أمير البلاد كان قد وقع اتفاق باريس لتغير المناخ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الثاني والعشرين من إبريل الماضي تزامنا مع اليوم العالمي للأرض حيث اتفقت أطراف اتفاق باريس التاريخي بشأن تغير المناخ على العمل المشترك من أجل حماية المحيطات والنظم البيئية الساحلية والبحرية العمل من أجل حياة البشرية وحمايتها من الأخطار التي تواجهها كانت ولازالت الهدف الأول لدولة الكويت بقيادة أمير الإنسانية قائد العمل الإنساني حفظه الله ورعاه